ما زالت الأزمة الإنسانية التي خلفها عدوان مجرم الحرب خليفة حفتر على طرابولس تتسع يوما بعد يوم مع تزايد أعداد القتلى والجرحى ونازحين من مناطق الاشتباكات جنوبي العاصمة مدينة مسلاتة كغيرها من مدن المنطقة الغربية استقبلت أكثر من ألف عائلة منذ بداية العدوان بحسب إحصائيات لجنة أزمة النازحين بالبلدية والتي تواضب على تقديم الدعم اللازم لهم منذ نزوحهم بالنسبة للجنة الأزمة من بداية الحرب على مدينة طرابولس طلب عميدة البلدية مني كلجنة أزمة وزملائي بأن نحن حان الوقت لأن نفتح المقر ونشتغله باعتبار اللجنة الأزمة هذه مشكلة من حرب سرد في 2016 فاستنفنا عملنا وبدأنا في تسجيل الأسر النازحة والتي اعتبرناها مضيوف اللي هم خرجوا من ضواحي مدينة طرابولس سجلنا ونطلب منهم في وضع عائلي وعلم وخبر بالإقامة في أي محلة داخل مدينة نسلاتة وداخل مدينة نسلاتة فسجلنا ووصل العدد إلى حد اليوم 1397 أسرة سلال غدائية وأدوية وإعانات أخرى وزعتها اللجنة على النازحين كما لم تحرمهم فرحة عيد الأضحى الماضي حيث وزعت عليهم آلاف الأضاحي وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد تكفلت نجنة أسمة النازحين بين سلاتة بتوفير حقائب وأدوات مدرسية للطلبة النازحين وفتحت مدارس المدينة أمامهم لاستكمال دراستهم بشكل طبيعي أيضا من ضمن الأشياء اللي عملها المجلس البلدي الأخيرا وزع سلة غدائية بتاريخ 227 غير السلات الغدائية اللي حكيت لك عليها في الموضوع سلة غدائية بتاريخ 278 سلة غدائية اللي الآن شفتوها هالي بدين فيها يوم 15 عشر أيضا حقائب وأدوات مدرسية وفرنا لـ 500 لـ 600 أسرة أو 600 عفل 600 تلميذ وتلميذة من مواليد 2005 إلى مواليد 2013 يعني من اللي يمسجن في سنة أولى إلى اللي هو في الصف التاسع نحن وفرنا لهم الحقائب والحقيبة فيها 12 كراسة معدات مدرسية أهندسة أقلامي لقري يعني مساعدة مننا في تخفيف العبو عليه أخواننا هي لجنة تشكلت منذ انطلاق عملية البنيان المرصوص وتحرير سيرت من تنظيم الدولة الإرهابي وقدمت مساعدات كبيرة لنازح مدينة سيرت وتقدم مثلها لنازح طرابولس اليوم على أمل أن تكون المرة الأخيرة ويغلق ملف النازحين نهائياً مع صد عدوان حفتر واستقرار البلاد